موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي عنوين نقاس الليلة موسيقى الخلافات تصدع وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ما هي انعكسات الصراع على اتفاقات اقتصادية وتكاملية بمئات مليارات الدولارات موسيقى وسط العزل السياسي والعسكري والاقتصادي إلى أين ستتجه الدوحة هل ترفع سقف تحالفها مع تركيا وتوسع حدود تعاونها مع إيران موسيقى وكيف سيرتد الزلزال الخليجي على الحرب ضد اليمن وهل ينعكس على التدخلات الخليجية في سوريا والعراق مرحبا بكم قد لا يكون الزلزال الخليجي بعيدا عن ارتدادات الزلازل التي ضربت دولا عربية كسوريا ولعل مؤشرات موازين القوى في المنطقة بعد معركة حلب وهزائم داعش المتواصلة فتحت الساحة الخليجية على صراعات الأدوار والقيادة والموازين الإقليمية قطع العلاقة مع قطر وعزلها بريا وجويا من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين ومقاطعتها دبلوماسيا بعد قمة الترامب في الرياض الخليج بات ساحة صراع فهل يعني ذلك خارطة تفاهمات وتحالفات جديدة وهل اتهام قطر بدعم الإرهاب مسعا لتحميلها وزر ما شهدته المنطقة من دمار هل ستتدخل الولايات المتحدة لضبط إقاع الخلافات أم ستترك للرياض فرصة احتواء قطر وكيف سينعكس النزاع الخليجي على العراق وسوريا ماذا عن الدور التركي الذي عرض الوساطة تداعيات هذا النزاع وارتداداته نناقشها في مسائية الليلة مشاهدين قبل أن نبدأ بذلك اسمحوا لنا أن نتجه وإياكم إلى غرفة الأخبار في الميادين وموجز لأهمي وآخر الأنباء مساء الخير استشد أكثر من ثلاثين شخصا أو أكثر من ثلاثين شخصا بينهم نساء وأطفال في قصف لطائرات التحالف الأمريكي على نهر الفرات في منطقة الرقة الغارات الأمريكية استهدفت قوارب العبور بين ضفتين نهر شامية وجزيرة حيث دمرت فيها جميع العبرات التي تقل المدنيين الفارين من الرقة وفي البادية السورية سيطر الجيش السوري على ثلاث قرى بريف حمص الشرقي بعد معارك مع مسلح داعش ويواصل الجيش السوري تقدمه على وقع معارك عنيفة مع داعش بغطاء جوي كثيف استهدف مواقع التنظيم واستعاد الجيش ألفا وأربعمائة كيلو متر مربع في الساعات الأربع والعشرين الماضية أفاد مراسل الميادين بارتفاع حصيلة مجزرة لداعش في حياء الشفاء والزنجي لغرب الموصل إلى 150 مدنيا وأشار إلى وجود مفقودين هذا فيما تتواصل معركة تحرير غرب الموصل حيث أعلن قائد الشلطة الاتحادية العراقية مهاجمة دفاعات داعش جنوب المدينة القديمة وحصار مسلح التنظيم في باب الجديد تواصلت تحركات الشعبية في مدن مغربية عدة احتجاجا على اعتقال ناشطين إضافيين الحسيمة وأغدير وبعض مدن الجنوب شهدت مسيرات ووقفات طالب المشاركون فيها بإطلاق صراح المعتقلين وفي مقدمهم الناشط ناصر الزفزافي كما طوقت قوة الأمن تظاهرة نسائية في الحسيمة شاركت فيها مئات نسوة قال وزير الخارجية الألماني زيغمار جابريال إن ألمانيا ليس أمامها خيار سوى البدء في سحب قواتها من قاعدة إنجليك الجوية في تركيا وأشار بعد نقاء نظيره التركي في أنقرة إلى أن الحكومة التركية لا تسمح لأي مشارع ألماني بزيارة القوات هناك هذا وقد أعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرام إلغاء موعد لزيغمار محدد سابقا بفعل شغالات يلدرام ختام الموجز عودة لمتابعة المسائية مع راميا شكرا لك وفا إذن حث وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني على اعتماد الحوار لحل الخلافات الخليجية جاء ذلك بعد إعلان السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وقف الرحلات الجوية من الدوحة وإليها أكد مجلس الوزراء القطري أن المجالين الجوية والبحري سيظلان مفتوحين للاستراد والتصدير أن الدوحة ستبقى وفية لمبادئ مجلس التعاون الخليجي أهلا بكم لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أعزت كل من السعودية والإمارات والبحرين هذه الخطوة متهمة الدوحة في بيانات متفرقة لكنها متشابهة المضمون أن قطر تحتضن جماعات إرهابية تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة السعودية قالت أن قرارها جاء نتيجة انتهاكات تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريد للخروج على الدولة والمساس بسيادتها إضافة إلى احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة كالإخوان المسلمين وداعش والقاعدة بحسب البيان السعودي لا بل ذهبت إلى اتهامها بدعم نشاطات ما سمتها جماعات إرهابية مدعومة من إيران في محافظة القطيف والبحرين وحتى اليمن الإمارات من جهتها لم تبتعد كثيرا عن الرئي السعودي أرجعت قرارها إلى عدم التزام الدوحة باتفاق الرياض ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها بحسب البيان الإماراتي الإمارات العربية المتحدة ركزت أيضا على اتهام الدوحة بإيواء متطرفين ومطلوبين أمنيا على سحتها وبتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول أما البحرين فبيان قطع العلاقات مع قطر استند إلى إصرارها على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار فيها والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريد الإعلامي ضدها كذلك بسبب دعم قطر للأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بتخريب ونشر الفوضى في البحرين بحسب البيان البحريني مصر قالت إن محاولات ثاني قطر عن دعم التنظيمات الإرهابية باءت بالفشل واتهمت الدوحة بالإصرار على إيواء قيادات تنظيم الإخوان المسلمين الذي وصفته بالإرهابي الخارجية القطرية لم تتأخر عن الرد واعتبرت في بيانها أن هناك نوايا مبيتة للإضرار بالدولة وأن ما يحصل هو محاولة لفرض الوصاية على الدولة وانتهاك سيادتها وهو أمر مرفوض قطعيا بحسب قطر قطر أكدت أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات لإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما معاربة عن أسافها لأن الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحديا أكثر أهمية ومصرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة إلحاق الأذى بها للنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي سيد أمين قمورية كذلك ينضم إلينا من عمان الرئيس التنفيذي للملتقى الخليجي للدراسات سيد سليمان نمر ومن شيكاغو ينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع ودراسات الدولية في جامعة ويسكنسون الدكتور سيف دعنا مرحبا بكم جميعا وسأبدأ معك سيد قمورية كما تسونامي يتحول المشهد من سجال إعلامي لقطيع دبلوماسية تعليق التنصيق السياسي العسكري وحتى الاقتصادي وربما قطيع اجتماعية لماذا برأيك؟ ما الذي يتوخى من هذه الإجراءات؟ أول شيء اللافت أننا في خمس عزيران يعني ذكرى النكسة خمسين عاما على ذكرى النكسة والنكسات لا تزال تتوالى وكنا نتوقع أن نرى شيئا يخفف عننا أثار تلك النكسة وإذ بنا نجد أن هذا البيت العربي لا يزال يغداعه بنكسات مختلفة يعني ليتنا رأينا مثل هذه الشراسة بالتعامل مع إسرائيل مثلما نتعاطى مع بعضنا بهذا المستوى من التحدي وبهذا المستوى من اتخاذ القرارات بسرعة طبعا اليوم هناك سؤال كبير ما الذي يجري في الخليج؟ أظن أن كل ما يحكى عن اتهامات متبادلة طبعا هذه الاتهامات ليست جديدة تمعنا مثل هذه الاتهامات منذ عام 2014 وقبل ذلك عام 2006 وقبل ذلك مرات عدة السؤال لماذا بلغت الأمور إلى هذا الحد؟ صحيح هل فقط مسألة العلاقة مع إيران؟ ربما يتكلمون كثيرا عن هذا الموضوع لكن لماذا في اليوم التالي أو غدات القمة الخليجية الأمريكية؟ هل لأن وزير الخارجية القطري توجه إلى بغداد وتكلم عن فتح السفارة وهناك شائعات ما عن لقاء مع الجنرال السليماني حتى الآن لم تثبت ماذا صحته إذا كانت صحيحة أم لا؟ أم أن في الأمر أمر آخر؟ أسألت المعارضين كل الدول العربية تأوي معارضين في السعودية أيضا هناك معارضين زين العابدين بن علي موجود في السعودية في البحرين أيضا تأوي معارضين التهمة الثالثة تهمة التعاطي مع الأخوان المسلمين وهناك علامة استفهام كبيرة حول هذا الموضوع لا سيما أن المملكة العربية السعودية أيضا تتعاطى مع جناح من الأخوان المسلمين وهم التجمع اليمني للإصلاح في اليمن فهل الأخوان الذين يتعاملون مع السعودية جيدين والذين لا يتعاملون مع السعودية غير جيدين هناك أسئلة كثيرة باعتقادي أن الأمر له علاقة بمثائل أخرى أولا له علاقة لمن الأمر لمن القرار بيان وزارة الخارجية القطر يتحدث عن هيمنة هيمنة من؟ هيمنة سعودية على القرار ربما هذا سؤال أول هناك أيضا مسألة ثانية تتعلق بالكيمياء ما بين الذين يحكمون خصوصا اليوم بظل فقدان الصوت العاقل في الخليج في السابق كان هناك حكماء ربما يتدخلون في اللحظات الحاسمة لمنع الخلاف من أن يزاد تدهورا لكن على ما يبدو اليوم الرؤوس الحامية رؤوس الشباب هي التي تتحكم في حين أن أصوات العاقل غائبة إلى حد ما وقد رأينا محاولة كويتية لرأب الصلح والجنرار قاسم سليماني ما لدينا معلومات أن هذا اللقاء لم يحدث بالأساس بكل أحوال سأحيل كل النقاط لأنه صار لازم أحيلها للسيد سليمان النمر بجملتين استعيرهما من ضيفنا هنا في الستوديو لماذا بلغت الأمور هذا الحد ولماذا أخذت هذا الطابع القوي والشرس كما قال ضيفنا في الحقيقة أنا أيضا مستغرب أن هذا الأمر قد حصل هناك أزمة فتعلت من خلال تصريحات نسبت إلى أمير قطر ووجدنا حملة إعلامية واسعة على قطر حملة تقودها بعض الإعلام السعودي ودولة الإمارات وأيضا الإعلام النصري كنت كما قال زميلي وصديقي الأستاذ أمين قمورية أعتقد أن حكماء الخليج وأولهم خادم الحرمين الشريفين لن يدعى الأمور تتطور إلى هذا الشكل كنت أعتقد وأنا أعرف حكمته وأعرف أنه حكيم أنه لديه مبدأ الكبير يحتوي الصغير ولكن كيف جرت الأمور هكذا بسرعة هناك عدة تفسيرات لهذا الأمر أنا لا أريد أن أصب الزيت على النار لا أريد أن أشارك في تأجيز خلاف ليس المنطقة الخليجية فقط يضر العالم العربي في هذه الأوقات الصعبة هذا خلاف يجب أن نعمل نحن كإعلاميين على التعامل معه بتخفيفه وليس بصب الزيت على النار ولكن إذا أردنا أن نتحدث بموضوعية أنا مع زميلي الأستاذ أمين قمورية قطر ليست قريبة من إيران بقدر قرب دولة الإمارات قطر تشارك السعودية في التصدي للمشروع الإيراني للهيمنة على المنطقة سواء بالمشاركة بالحرب اليمن من خلال التحالف العربي سواء في سوريا من خلال دعم بعض تنظيمات المعارضة السورية التي تقاتل النظام المدعوم إيرانيا هذا واحد أيضا قطر لها مصالح على صعيد العلاقات مع إيران قطر كما هو معروف تشترك مع إيران في حقل الشمال هناك مصالح تجارية أيضا دولة الإمارات لها مصالح تجارية واسعة مع إيران تصل حجمها إلى ما يزيد عن 18 مليار دولار والكل يعلم أن إيران تحول فلوسها إلى الخارج من خلال بموك الإماراتية وحتى لو تحدثنا ذلك سلطنة عمان لديها علاقات جيدة مع إيران أكبر من علاقات أي دولة خليجية أخرى هذا واحد ثانيا بالنسبة للموضوع الحوصي هناك اتهامات تقول أن قطر تتعامل مع الحوصيين هذا كان في السابق حينما كانت قطر تحاول الوساطة ولكن كما ذكر زميلي أمين قمورية هذه اتهامات سابقة قطر تحارف في اليمن الحوصيين فلذلك أعتقد أن المشكلة الأساسية هي وجود الإخوان المسلمين في قطر وهذه هي المشكلة الأساسية وراء كل الأزمات القطرية مع مصر أو مع غيرها من الدول بالإضافة أريد أن أشير إلى شيء آخر أن هناك نوع من التنازع الإماراتي القطري الشخصي بين الشخصيات الحاكمة في البلدين الإمارات لا تحبر دورا لقطر قطر لا تحبر دورا للإمارات نحن نعلم الإمارات تقف مع أي مشروع مضاد للإخوان المسلمين ونرى ذلك في ليبيا بشكل خاص في حين أن دولة قطر تحتوي الإخوان المسلمين وأريد أن أشير هنا بشكل سريع إلى أن موضوع وجود الإخوان المسلمين بشكل سريع إلى أن موضوع وجود الإخوان المسلمين في قطر ربما في فترة من الفترات احتوته تفاهمته السعودية وساهم ذلك بأن قطر جعلت الإخوان المسلمين من خلال التجمع الوطني للإصلاح يشاركون في الحرب في اليمن ويخذون معارك شرسة ضد الإنقلابيين الحسيين تحت راية الشرعية اليمنية أي تحت راية الرئيس هادي طيب وربما سيد النمر ما تريد أن تقوله أننا الآن أمام متغيرات عديدة وتطورات في المنطقة في ملفات ساخنة جعلت من ضرورة أن نرى صراعات الأدوار والقيادة والموازين الإقليمية سنبحث بطبيعة الحال في ملفات كثيرة تناولت بعضها كيف ستتأثر مع تصاعد هذا الخلاف النقاط عديدة طرحتها أن كلها إليك دكتور دعنبي معنى أن ضيفنا في من عمان يتحدث عن أنه في مفاجأة بالنسبة له توقع أن يكون هناك حكمة سياسية من عقلاء من الحكماء وعلى رأسهم العاهل السعودي وبالتالي نسأل هذه الخطوة هي خطوة خليجية خالصة ما حجم الدور الأمريكي أو ما حقية عن ضوء أخضر أمريكي لنرى هذا الشكل من التصعيد باتجاه قطر لتطويعها بماذا تختلف رؤية ترامب اليوم عن باراك أوباما 2014 في مشهد قريب للخلاف الخليجي هذا مساء الخير سأبدأ بملاحظة صغيرة لو سمحت لي أنا لا أرى لم أفهم هل كان هناك دفاع من قبل الضيف في عمان عن قطر أو زم في قطر لأنني لا أرى قتل الأطفال في اليمن على يد قطر والسعودية بشكل مشترك أن هذا يؤحل قطر هو دفاع عن قطر على كل الأحوال هذا إدانة لقطر ولكن علينا أن نتخيل السياق الذي تحدث فيه القضية من شواطئ فلسطين وشواطئ لبنان إلى باكستان وأفغانستان في الخلال السبع سنوات الماضية تحولت كل هذه المنطقة إلى كوريدور موت وكوريدور الموت هذا أنفق عليه مليارات الدولارات من السعودية ومن قطر وأيضا من تركيا ومن دول أخرى وطبعا برعاية الولايات المتحدة عدم الاستقرار هذا أنا لن أدخل في نظريات أكاديمية الآن ولكن عدم الاستقرار في المنطقة هذا كان أكبر عملية إنتاجية لإعادة جدولة القيمة على المستوى الكوني وبالتالي إعادة إنتاج النموذج الغربي وضخ الأموال الهائلة في الغرب وفي الولايات المتحدة تحديدا بالتالي أنت هناك مصلحة أمريكية كبرى في خلق عدم الاستقرار وفي خلق كوريدور الموت هذا في كل المنطقة ومن أنفق على ذلك مئات ألاف الضحايا من أنفق على ذلك هي السعودية وقطر وكانوا على وفاق تام الآن هذه الأزمة تصل الخليج تصل الخليج بسبب بعض الخلافات حول قضايا نفوذ حول قضايا صنع القرار الصراع هنا بين قطر والسعودية علينا أن نتذكر ليس صراع على العروبة كما يحلو للبعض تصويره وليس صراع على تحرير فلسطين الطرفين لهما علاقة بإسرائيل الجيد أن الطرفين يستخدمان إسرائيل أو علاقة الطرف الآخر مع إسرائيل كإدانة وهذا جيد لأن هذا يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يزال في الواعي العربي هو العدو الأساسي وهو العدو الأوحد على كل الأحوال ولكن علينا أن نفهم أن طبيعة الصراع هنا ليس الصراع على العروبة وليس الصراع على الإسلام وليس الصراع على تحرير فلسطين القضية باختصار شديد أن الأزمة التي دفعت هذه الدول مليارات من الدولارات لخلقها من أجل خدمة أجندة أمريكية أجندة أمريكية معنية بعدم الاستقرار انتقلت الآن إلى دول الخليج هناك فشل في الاستراتيجية الأمريكية في بعض المناطق تقود خلقت أزمة للسعودية كل السياسة الخارجية السعودية اليوم مأزومة في اليمن في سوريا في ليبيا في كل المنطقة في لبنان في العراق في كل المنطقة هذا دفع يبدو أنه دفع قطر إلى التفكير في خيار ثالث خيار ثالث لهم لن يصبحوا في خيار في جبهة المقاومة والممانعة ولكن يبدو أنهم بدأوا يفكروا بخيار ثالث وعدم الالتزام مئة بالمئة من طرف قطر تحت الإدارة السعودية للأزمة في المنطقة ومحاولة حتى قطر كما يبدو تفسيرها لدى بعض السعوديين والإماراتيين أن تكون هي ممثل أمريكا في المنطقة وليس السعودية دفع إلى هذه الأزمة الشروط المطروحة الآن أمام قطر والتي نشرت قبل قليل على نيوزويك هي شروط عمليا أقرب إلى الاستسلام لن تكون تعجزية بمعنى يبدو أن في بعض مواقع القرار في السعودية لن يكون هناك أقل من القبول بتغيير النظام في قطر هذه نقطة مهمة دكتور دعنا لأن سنسأل بطبيعة الحال عن الثمن المطلوب بطبيعة الحال أن يتم دفعه اللي نرى تذليلا ربما أو حل هذا الخلاف حاولت قد المستطع أن أسمع مروحة الرؤى التي لديكم في قراءة أولى لكن سنتابع أمور كثيرة متعلقة بهذا الملف وسأطمع بإجابات أقصر من ضيوفنا الثلاثة ونتحدث الآن عن مواقف خصوصا لأطراف قد تكون فاعلة ربما في إيجاد حل دعوة إيران وتركيا مشاهدين دول خليج إلى الحوار لحل أزماتها تؤشر إلى اتخاذ كل من طهران وأنقرة قرارا بالنأي بالنفس عن هذا الصراع تتجه الأنظار اليوم نحو تأثيره على الأزمات والصحات المشتعلة حيث لقطر والسعودية والإمارات أدوار أساسية كسوريا واليمن وغيرها من الدول هذه قراءة لمحمد محسن لا وقائع تؤكد أن إيران جزء أساسي من المشكلة الخليجية الخليجية سوى في الإعلامين السعودي والإماراتي خلافا لوقائع الميدان والسياسة والاقتصاد لقطر علاقات بينية عادية جدا مع إيران بينما يمكن وصف علاقات البلدين في ساحات الأزمات بالدموية حينا وبالخلافية جدا حينا آخر حلفاء طهران كالجيش السوري وحزب الله يقاتلون في سوريا من تدعمهم الدوحة كجبهة النصرى في العراق لا وفاق إيرانيا قطريا على الإطلاق الإعلام القطري لا يتوانى عن وصف حلفاء طهران من حزب الله إلى الحجد الشعبي بالميليشيات وهو الإعلام الذي بقي حتى وقت قريب يتبنى بالكامل الرواية السعودية حول الحرب في اليمن اقتصاديا بلغ حجم التبادل التجاري الإماراتي الإيراني عتبت 16 مليار دولار من العام الماضي فيما لم يتجاوز التبادل التجاري بين إيران وقطر مليار دولار إيران ليست المشكلة إذن وموقف وزير خارجيتها محمد جواد ضريف الداعي إلى حوار خليجي خليجي لحل الأزمة يؤكد ذلك الموقف التركي الداعي إلى الحوار أيضا بين الدول الخليجية المتنازعة يقطع الطريق على أي توقعات باستفاف تركي إلى جانب قطر رغم الحلف الوثيقي بين الدولتين بعد زيارة دونالد ترامب تريد السعودية لدول الخليجي أن تتبنى سياساتها بلا نقاش رعاية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية التي يتكثف الحديث عنها في الكواليس تستلزم تجفيف منابع القوى التي يرجح أنها ستعارض التسوية ومنها حركة حماس من هنا يفسر الضغط على قطر لوقف دعمها السياسي والمالي للحركة علما أنه دعم لا يتجاوز الخطوط الحمراء الإسرائيلية وهنا يضاف العداء المستحكم بين الإمارات العربية المتحدة وجماعة الإخوان المسلمين لتفسير التصعيد الكبير ضد قطر صراع خليجي داخلي يفتح باب الأسئلة عن مآل الأمور في اليمن وسوريا مثلا كيف سيكون خطاب هيئات المعارضة السورية الممولة والمواجهة قطريا وتلك الموجهة والممولة سعوديا في اليمن ورغم محدودية الدور القطري الميداني فإن حلف السعودية يتصدع ربطا بالعقد المتزايدة بين الرياض وأبوظبي في الملف اليمني وإذ يبدو أن الرياضة تعتبر نفسها قادرة على احتواء العوارض الجانبية للنزاع مع قطر فالواضح أنها تصفي معسكرها تمهيدا لاستحقاقات إقليمية كبيرة على قاعدة معنا أو ضدنا نعود إلى ضيفنا نعود إليك سيد قموريا بنقطتين الأولى نحن منذ بداية هذه الأزمة في شكلها في استجال الإعلامي وصولا إلى اليوم موقف القطري كان محتويا قدر المستطاع بعض سماه متفاجئة قطر مربكة وصولا إلى اليوم حتى في بيان الرد على هذه الإجراءات ما هي خيارات قطر التي يمكن أن تواجه في هذه الإجراءات وكيف يمكن أن تتعامل مع حدودها وبطبيعة الحال إلى أي حد يمكن أن نرى العنكسات في الملفات المشتركة بين هذه الأطراف يعني أولا ليست المرة الأولى التي تواجه فيها قطر مشكلة مع المملكة العربية السعودية لكن فعلا لم تصل إلى هذا الحد فهنا السؤال كبير يعني حسب كل المصادر السعودية الإماراتية وهذا الفريق يقول أننا نريد من قطر التزام كامل الالتزام الكامل بمعنى الاستسلام الكامل بمعنى أن سيكون هناك رقيب سعودي خليجي على السياسات الداخلية القطرية السؤال هل ستوافق قطر هل ستقبل قطر بمثل هذا التنازل الكبير هل تقبل قطر بعدما كانت لفترة من الفترات تتصرف وكأنها الدولة العربية الكبرى وقد لاحظنا ذلك في الأيام الأخيرة زمن الانتفاضات العربية والربيع ما يسمى الربيع العربي تصرفت في الجامعة العربية وكأنها هي الحاكم في الجامعة العربية هل تقبل بتقديم مثل هذا التنازل هنا السؤال الأهم مرة من المرات الأمير حمد والد الأمير الشيخ تميم سئل بنفس الطريقة عندما كان هناك مشكلة مع السعودية قال ماذا ستفعل؟ قال أنني أذهب إلى النهاية بتقديري هنا سؤال كبير هل تستسلم قبل قطر أم أنها تذهب إلى النهاية؟ يعني كموقف تقدير شخصي لديها من الأوراق كثيرة هنا مهم معرفة كيف سيتصرف الآخرون تجاه مثل هذه المسألة كيف سيتصرف الولايات المتحدة تجاه مثل هذا الموضوع وهل ستلتزم جانب السعودية ضد قطر أم أنها ستلعب اللعبة المعتادة أأخذ من هنا بيد وأعطي هناك بيد أخرى من فوق الطاولة أو تحت الطاولة ثانيا الخيارات القطرية لا تزال موجودة ثالثا والأهم كل التجارب السعودية الأخيرة بمعنى الزام الدول الأخرى بالمسار بمشياتها فشلت يعني التجربة في اليمن خير ومثال على ذلك التجربة في سوريا لم تحقق شيئا لبل حققت خراب سوريا التجربة في العراق أيضا لم تأتي أكلها ولا مرة من المرات لبل بالعكس أدت إلى نتائج عكسية فبالتالي هل هذا الحصار تجاه قطر سيعطي السعودية مكاسب أم أنه سيصدع البيت الخليجي أكثر مما هو متصدع وبالتالي يربح كل المتربسين وكل الذين يقولون عنهم اليوم أنهم أعداؤنا الجدد يعني هنا أصل إلى الموضوع الإيراني هنا السؤال الكبير ما هو موقف إيران من هذا الموضوع نحن يقولون دائما أن إيران قوية وتمد نفوذها بتقديري وهذا يصبت ما حدث اليوم أننا نقدم الهدايا المجانية لها من أجل أن تدقل من صغراتنا وتفعل ما تفعل اليوم إيران لديها هدية كبيرة لأنها من دون أن تخطط من دون أن تقرر صارت لاعب في وسط البيت الخليجي والله هذه نقطة مهمة وحيلها السيد النمر ما رأيك بهذه النقطة سيد النمر ولماذا تشعر ربما الدول التي قامت بهذه الخطوات بأن هذه الخطوات والإجراءات ستأتي أكلها مع الدوحة والآن بالنسبة لهذه الدول ما هو توصيف الدوحة يعني هي دولة معادية دولة متهمة بالإرهاب ما هي توصيفها بالحقيقة من الممكن القول أن أقل ما يقال عن قطر أنها دولة خارجها عن الإجماع الخليجي دولة كما رأينا بالبيانات تدعم الإرهاب ولا أعرف كيف تدعم الإرهاب لأنها تضم جماعة الإخوان المسلمين ثالثا أنها لها علاقات مع إيران هذه اتهامات قديمة وهذه اتهامات تثار بين حين وآخر وأعتقد أن الخليج هو الخاسر الأول ولا أعتقد أن القطر ستذهب بعيدا نحو إيران من أجل مواجهة الضغوط السعودية والخليجية لن تذهب قطر نحو إيران أعتقد أن قطر ستذهب نحو تركيا بشكل أكبر ونحن نرى أن بعض وسائل الإعلام الإماراتية بدأت تتحدث ضد تركيا وتقول أن تركيا أقرب إلى إيران من دول مجلس التعاون الخليجي حتى أنها صربت خبرا أن السعودية أوقفت صفقة لبيع سفن حربية تركية إلى السعودية بمليار 2 دولار وهذا ما نفاه المسؤولون الأتراك إذن هناك البعض في الخليج يدفع قطر للخروج عن الإجماع الخليجي نحو تركيا أو نحو إيران قطر لا تستطيع أن تذهب نحو إيران لأنه معروف العلاقات القطرية الإيرانية على الساحة ليست جيدة وهي ضمن الصراع القائم في المنطقة هذا أولا ثانيا أعتقد أن قطر لديها أيضا خيار آخر وهو الولايات المتحدة فالعلاقات القطرية مع الولايات المتحدة علاقات جيدة رغم الحملة الإعلامية التي أثرت ضدها في الأسابيع الأخيرة من قبل ما يسمى بمركز الدفاع عن الديمقراطية وهو مركز لليمين المحافظ في الحزب الجمهوري وله علاقات مع إسرائيل وله علاقات مع إسرائيل وهذه الحملة كما تقول أنباء واشنطن مولتها دولة الإمارات ورغم هذا نحن لاحظنا أنه في قمة الرياض الرئيس الأمريكي استقبل أمير قطر الرئيس الأمريكي شاد بدور قطر في المنطقة في محاربة الإرهاب إذن قطر أمام خيار وللأسف أصبحنا ندخل الولايات المتحدة لحل مشاكلنا الشخصية لحل مشاكل بيتنا فقطر ستلجأ إلى الولايات المتحدة وللولايات المتحدة اليوم كما سمعنا تصريحات وزير خارجية قالت بأنه يجب على دول الخليجة أن تجتمع وأن يكون هناك حوار بينها أي أن الولايات المتحدة لأن هذه نقطة مهمة ودكتور سيف دعنا يسمعنا سأوحيلها إليه سيد النمر دكتور دعنا ما حدود المسموح إذا أردت أن ألتقت كل النقاط من سيد النمر المسموح أمريكيا في التعامل مع قطر بهذا الشكل خصوصا أنه يتمظهر الموضوع بشكل تحميل قطر بالكامل وزر الإرهاب يعني في اجتماع الدول الصناعية السبعة الأسبوع الماضي في كلمة الرئيس ترامب عفوا قال في كلمته ولا أعرف إن كان يقصد أو لا يقصد ولكنه قال بوضوح أنه اتفق مع قادة الدول العربية والمقصود هنا دور الخليج على التوقف عن دعم المجموعات الإرهابية إذن بالنسبة لأمريكا هم يعرفون بوضوح بالنسبة للإدارة الأمريكية أن هناك توجه أو هناك علاقة أو دعم من قبل السعودية وقطر على حد سواء للمجموعات الإرهابية في المنطقة ولكن لا أعتقد أن التحرك السعودي جاء هنا بدون على الأقل لن أقول أخضر أمريكا ولكن على الأقل توقع أن الإدارة الأمريكية بعد الصفقة الكبرى التي عقدت مع السعودية أنها ستغض النظر عن أي محاولة سعودية تجاه قطر بمعنى إذا كان هناك توقع في قطر أن أمريكا وهذا ما فهمته من الإعلام القطري أنهم يحاولون إثبات أمريكية قطر أكثر من السعودية أعتقد أن هناك وهم في هذا المجال علينا التفكير فقط بمعنى أن تتحول منطقة الخليج إلى منطقة غير مستقرة هذا ربما أحد السيناريوهات الأمريكية المحتملة التي بمنطق العلاقات الدولية وبمنطق بناء السيناريوهات دكتور دعنا تسمحني أن أقف هنا هذه النقطة وسأدعك تكمل لأنه كيف يمكن أن نرى هذه المقاربة أمريكية أمريكا لا تفتح دكانة في قطر نتحدث عن أكبر قاعدة في الشرق الأوسط ومن الأكبر في العالم العديد في قطر ومنها لو لا هذه القاعدة لما كانت أو لا تستطيع أن تقوم بكل عملية العسكرية التي قتلت فينا بطبيعة الحال يعني هي مشلولة عسكريا بدون هذه القاعدة ولا تستطيع نقلها بسهولة وكأنه من بيت إلى بيت الموضوع أخذ سنوات ودفعت مليارات فبتالي فيها بحاجة لقطر أن تكون مستقرة أقله مدام رامي أنا لما تحدث عن القاعدة ولكن من يتابع الإعلام الأمريكي ومن يتابع الاهتمامات السياسية الأمريكية يعرف أن الصراع الأساسي اليوم أو القلق الأمريكي الكبير هو من الصين وعدم استقرار في سوق النفط وأحد السيناريوهات المحتملة والتي يتم تداولها لضرب الصين هذا أحد نقاط ضعف الصين الكبرى وبالتالي أي أزمة في الخليج أي أزمة في الخليج قد تشكل أمريكا لن تتضرر من عدم استقرار بالخليج ولكن ربما تتضرر الدول المستهلكة للنفط والتي ليس لها خيارات مثل الخيارات الولايات المتحدة في الجانب الآخر أي تغيير في قطر هذا لا يعني أن القاعدة الأمريكية ستخرج أي تغيير في كل الخليج بنيويا الخليج حتى اللحظة لا يمكن أن يكون خارج الدائرة الأمريكية بمعنى من يتوقع أنه يمكن أن يأتي أمير آخر في قطر وسيكون زعيم ثوري في المنطقة أو زعيم للقومية العربية فهو واهم بسبب طبيعة قطر وسبب المنطقة وبالتالي هذا ما كنت أتحدث عنه ما أقوله باختصار شديد أنه حتى اللحظة من تصريحات وزير الخارجية وعلى فكرة وزارة الخارجية لم تصدر بيان تم توجيه سؤال من قناة الجزيرة لوزارة الخارجية وهي ما قامت بالرد على ذلك في الجانب الآخر تصريحات وزير الدفاع الأمريكي اليوم والأمس كانت حادة جدا باتجاه الصين ومن يتابع الإعلام أيضا ولهذا بالضبط ربط الموضوع بالصين الجانب الآخر تصريح وزير الخارجية الأمريكي كان جاء ردا على سؤال ولم يكن مبادرة منه وبالتالي الأمريكيون لا يوجد في الإعلام الأمريكي حتى تغطية تناسب حجم الأزمة وهذا يعني أن حدوث أي تطور أو حدوث تطور أكثر لا يبدو أنه يقلق الأمريكيين في هذه اللحظة ولا إدارة ترامب المشغول بالحفاظ على موقعه يعني خلال هذا الأسبوع سيكون هناك شهادة لمسؤول الـ FBI السابق وهذا قد يحدد مصير الإدارة بالتالي الإدارة لديها اهتمامات أهم ولا أعتقد أنها قلقة من أي تطور أعتقد أنك دكتور دعنا بأنه يعني أعطت ربما ضوء أخضر حددت الأطر والمساحة بالنسبة للتعامل مع قطر وكأنها ضبطت الإقاع بكل أحوال سنكمل بهذا النقاش معك ومع ضيفينا ولأنه فيما آلات لها علاقة حتى في داخل البيت الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي كل هذه النقاط سنتحدث عنها ولكن بعد فاصلا قصير أهلا بكم الجديد في المسائية من الميادين ماذا عن مصير مجلس التعاون الخليجي بعد وصول الأزمة إلى هذا المسار وماذا عن موقفين الكويت وعمان هبط الله بيطار خلال عقدين شهدت فيهما الدول العربية موجات متلاحقة من التغيرات والخلافات والأزمات تهشم ذلك النظام الذي اصطلح على تسميته بالنظام الرسمي العربي وانتهى دور جامعة الدول العربية كمؤسسة توحد الصف العربي المنظومة الخليجية ممثلة بمجلس التعاون الخليجي حافظت على تماسكها ككتلة موحدة اقتصاديا وسياسيا بعيدا عن كل ما يعصف بدول المنطقة الكويت وعمان انتهجتا سياسة الاعتدال وعدم الانخراط في دوامة العنف وتمويل أو تسليح أي طرف سياسة ابقت هاتين الدولتين في منءا عن التوتر المحيط وسمحت لهما بلعب دور الوسيط في بعض القضايا ولسيما مع حفاظهما على علاقات جيدة مع ايران على المقلب الاخر كان الموقف من سوريا العنوان الجامعة للسعودية والامارات وقطر والبحرين على الرغم من وجود عنوين خلافية لم تتطور لدرجة التأزم ولسيما فيما يتعلق بالموقف من الاخوان المسلمين وحماس وإيران والتطورات في مصر وليبيا خلال العامين الاولين للازمة السورية تولت قطر دفة قيادة الموقف الخليجي وذهبت به حد التطرف لجهة تسليح وتمويل الاطراف والجماعات المعارضة بل اكثر من ذلك سعت الى تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية ونجحت في مسعاها الذي اوصل ممثلين عن المعارضة الى مقعد سوريا في الجامعة لدورة واحدة لكن قطر لم تنجح في الملف السوري فانتزعت السعودية المهمة منها ما خلقت كالتولين الاول تقوده قطر مع تركيا والثاني اصطفت فيه الامارات والبحرين خلف السعودية هنا بدأت الخلافات بالتعمق لترسم بداية التصدع في المنظومة الخليجية اوصلت الازمة لما هي عليه اليوم الخيارات امام مجلس التعاون الخليجي ليست كثيرة فعودة قطر الى البيت الخليجي مقرونة بالرضوخ الكامل والكلي للشروط السعودية اما ان تختار ذلك او تبقى الدوحة في عزلة خليجية وتذهب باتجاه تعزيز علاقاتها مع ايران وهو ما قد يترجم تغييرا جذريا في مواقفها من النزاعات في المنطقة اما السيناريو الاقصى الذي قد يودي بالمنظومة الخليجية التي نعرفها الان فهو تدخل عسكري سعودي اماراتي لن يتم حتما الا اذا اعطت واشنطن الضوء الاخضر رافعة بذلك يدها عن قطر وتبقى العين على عمان والكويت بانتظار ان تحدد موقفهما اما بالتدخل للوساطة ورأب الصدع او بالتزام الصمت والحياد او ربما بالانحياز الى جانب احد الاطراف وهو امر مستبعد على الارجح نعود لضيوفنا وجدد ترحيب بهم سيد امين قمورية سيد سليمان النمر ودكتور سيف دعنا واعود اليك سيد قمورية الى اين نحن ذاهبون بهذه المشكلة انطلاقا من دور الوساطة او من يمكن ان يلعب الدور الوسيط خصوصا داخل دول مجلس التعاون الخليجي مكان عمان والكويت ما هو في جوهر العلاقات السعودية الكويتية ليست اكثر انتجاما من العلاقات السعودية القطرية مع فارق الصفة الهدوء التي تعتمدها الكويت وعدم التنطح لمواقع قيادية وبالتالي التناحر يكون اقل حدة ثانيا موقع امير الكويت الهادئ العاقل الحكيم يتصرف بطريقة مغيرة الامر نفسه ينطبق على عمان طبعا عمان من يدقق ايضا في المواقف يجد انها تختلف باختلاف جزري كبير جدا مع المملكة السعودية في كثير من القضايا وحتى اكثر من ذلك كان هناك خلافات عمانية اماراتية يعني ظهرت على السطح ميرانا ثم عادت واختفت طبعا اعتقد ان الرجلين يعني سلطان عمان امير الكويت سيحاولن قدر الامكان طبعا واحدهم بشكل علني والاخر بشكل خبي يعني عبر القنوات تخفيف حدة التوتر لان لمصلحة خليجية ان يستمر الهدوء في هذا البيت الخليجي لكن المحاولة الكويتية الاخيرة فاشلت على ما يبدو يعني القمة التي حدثت في الكويت قبل ايام وقبلها الابتصادات التي اجرها وزير الخارجية رأينا الانقلاب عليها في اليوم التالي بالقرارات التي خرجت من السعودية القضية الان هي وحدة البيت الخليجي السؤال الكبير الذي يطرح نفسه ان ما حدث في الرياض السبوع الماضي او ما قبله عن دعوة الى بناء ناتو عربي جديد او قوة عربية مشتركة فكيف للمملكة العربية السعودية ان تقود مثل هذه الناتو وتدعو الدول العربية الى الانضمام اليها في حين ان البيت الخليجي نفسه متصدع فلذلك اما ان تعيد بناء هذا البيت بالقوة ودون ذلك عقبات ومشكلات كبيرة واما بالهدوء وعلى ما يبدو ان الهدوء حتى الان لم يصطح لذلك باعتقادي اننا امام مشكلة كبيرة في هذا الصدق وكنا في السابق امام مشكلة وصراع طائفي مذهبي للأسف اقول سني شيعي على ما يبدو انه اذا ما استمرت الامور على هذا المنوال سنذهب الى صراع سني سني مع فارق هذه المرة ان السنة الذين لا يكونون مع امريكا يكونون في المقلب الاخر ما رأيك سيد النمر بذلك ولانه خصوصا انه في التوصيفات سمي هذا اسوأ شرخ يصيب بدول مجلس التعاون الخليجي ما رأيك بالطرح الذي قدمه سيد قمورية ونحن امام اي من المشهدين ان نرى محاولة للحفاظ على هذا العقد ام انه نرى انقسام بين معسكرين ربما تتموضع هنا عمان والكويت الى جانب الدوحة في الحقيقة اولا اريد ان اشير الى انه حصلت ازمات مماثلة عديدة بين قطر والامارات والبحرين وحتى مع السعودية قبل ذلك ولكن بقي مجلس التعاون الخليجي قائما وانا اذكر في عام 1990 حين حضرت قمة القمة الخليجية التي عقدت في الدوحة اثناء الغزو العراقي للكويت ان هذه القمة كادت ان تفشل تماما لان القطريين اصروا على بحث موضوع خلافهم مع البحرين بشأن الجزر جزر حوار وفرشة الديبل ورغم ذلك استطاعت مجلس التعاون الخليجي ان يتجاوز هذه العزمات واستطاع ان يحافظ على شكله حتى ولو قلنا ان هذا الشكل هو شكل بروتوكولي دول مجلس التعاون او مجلس التعاون الخليجي لا يستطيع التدخل في الخلافات او الازمات بين الدول ومن هنا اعتقد ان صيغة مجلس التعاون الخليجي غير مهددة حتى ولو ان الان هناك قطع للعلاقات وحصار لقطر من قبل ثلاث دول خليجية واعتقد ان الامور الان تحتاج الى تهدئة اولا قبل الدخول في وساطة ومن هنا ارى ان الكويت وجدت ان هناك نوع من الانفعال اللاسي مع الاماراتي السعودية تجاه قطر فوجدت ان لا تتدخل في المرحلة الحالية الى حين ان تهدأ الامور واعتقد ايضا انه اذا الولايات المتحدة تدخلت ايضا في هذا الموضوع وعملت بنوايا حسنة لحل هذا الاشكال وجمع الاطراف او الضغط على الاطراف للتفاهم فانه من المحتمل ان تحل الامور لا اعتقد انه كما يقال ان السعودية تريد قلب النظام الحكم في قطر لان هذه ليس من العادة السعودية رغم اني انا متفاجئ جدا بان السعودية لجأت الى اغلاق الحدود مع قطر وهذا امر لم يحصل سابقا رغم قطع العلاقات ان تحاصل قطر وربما ايضا خلفية المشكلة في تعقيدات المشهد والملفات المطروحة هي ايضا تسجل سابقة ولا ادري اذا بالفعل نقول انه ليس هناك اي محاولة تغيير انظمة او ذلك لانه كتب كثيرا منذ تسعينيات الى اليوم وحتى تصعد فيما يشبه الاشتباك العسكري بين قطر والسعودية المشهد كان فيه مثل هكذا سوابق بشكل سريع سيد النمر سيدتي انا اعتقد ان السعودية اشترت رضا مصر والامارات وقبلت بالشروط المصرية لابعاد الاخوان المسلمين من قطر لان السعودية يهمها الحصول على ان يكتمل التحالف الذي تقيمه التحالف السني الذي تقيمه في المنطقة بوجود فعال وقوي لمصر ومصر كما هو معروف لديها اشتراطات لهذا الامر كما يبدو ومصر قوية موقفها بعد فوز ترامب برئاسة الجمهورية ومصر نحن نلاحظ انها بدأت تتحرك بقوة تختلف عن ما كانت عليه قبل ست شهور مصر الان تضرب في ليبيا وكان غير مسموح لها ذلك مصر الان تعادي دخلت في مشاكل مع السودان مصر تحاول ان تستعيد دورا وتستقوي بذلك في الولايات المتحدة حول هذا الموضوع واعتقد ان السعودية في قمة الرياض ارادت ان تكرس وجود مصر في حلفها العربي السني الذي سيواجه ايران طيب بكل الاحوال لانك ذكرت كثيرا الولايات المتحدة الامريكية وهذا يدلل ربما على حجم حضورها بطبيعة الحال هو واضح في العلاقات وفي التوافق في ملفات وايضا ربما في هذه الازمة دكتور دعنا ما الذي تريده الولايات المتحدة الامريكية انت قلت بانه لا تريد استقلالا في المنطقة وبالتالي في دول الخليجية تستفيد منه باشكال عدة لكن هل تريد ان يبقى مجلس التعاون الخليجي هل تريد او ستكون سعيدة اذا ما دفع بقطر الى الضفة الاخرى من الخليج باتجاه ايران بطبيعة الحال لن تكون سعيدة طبعا لن تذهب قطر الى الضفة الاخرى مهما حصل لا اظن ان هذا ضمن خيارات قطر ولكن حتى اكون واضحا انا ما قلته بخصوص موضوع الصين هو احد السيناريوهات المحتملة لان الصراع في مواجهة الصين هو الصراع الكبير بمعنى اذا اردنا ان نعرف كيف ستتصرف امريكا في حالة الخلاف السعودي القطري هناك ثلاثة عوامل مهمة عامل الصين عامل روسيا وعامل ايران في هذه العوامل الثلاثة حتى اللحظة تلعب لصالح السعودية في الجانب الاخر مجلس التعاون الخليجي وانا اجيب على سؤالك مباشرة في مجلس التعاون ربما سيظل بالاسم موجود ولكن لا يبدو ان مجلس التعاون يناسب المهمات والازمات السعودية في هذه اللحظة ولهذا رأينا السعودية منذ عدوانها على اليمن وايضا في سوريا وفي مناطق اخرى بدأت تتحدث عن تحالف اسلامي تتحدث عن تحالف دولي بمعنى ان مظلت مجلس التعاون الخليجي غير كافية لمواجهة الازمات وبالتالي لا اعتقد ان مجلس التعاون الخليجي له معنى بقدر ما ربما سيبقى لتنظيم العلاقة بالاسم ولكن ان يستخدم كاداء لتنفيذ سياسات على مستوى اقليمي لا يمكن لمجلس التعاون الخليجي ان يقوم بذلك ونحن نرى ان السعودية تهاجم قطر وتحسن علاقتها مع مصر بمعنى انها تراهن على مصر وعلى قوة مصر اكثر من مراهناتها على كل مجلس التعاون الخليجي في الجانب الاخر قطر منذ بداية الازمة وهي تقوض اوراقها يعني تسليم المعارض السعودي الذي كان بطريقه الناروج محمد العتيبي يعني هذا جرم لا يغتفر ان تسلم شخص ربما سيقوم النظام السعودي باعدامه الحصار نشرطاء حركات الاخوان المسلمين مقاومة الفلسطينية حماس ايضا في الدوحة بمعنى اذا تخلت قطر عن حركة الاخوان المسلمين وانا لا ادافع هنا لا عن قطر ولا عن الاخوان المسلمين ولكن هذه احد اوراق قوة قطر اذا تخلت قطر عن حركة حماس مثلا رغم ان قطر توفر دعم مالي وليس عسكري هنا اذا تخلت عن حركة حماس هذا ربما لن يرضي السعودية لوحده ولكن مرة اخرى عوامل روسيا وصراع الروسي الامريكي وصراع عامل ايران وعامل الصين وازمة الرئيس ترامب الحالية في الحكوم التي قد تقود الى الاقالة لا نعرف حتى الان اصوات في الكونغرس تميل للصالح ولكن هذا قد يتغير الاسبوع القادم او في الاسبوع القادمة بهذا المعنى لا اظن ان وايضا الامريكيون كل التعليقات الامريكية حتى الان من وزارة الدفاع الى وزارة الخارجية الى الصحافة لم تشر الى اي قلق من اي تغيير في قطر او ان الازمة ستقود الى الضرر بمصالح الولايات المتحدة اكثر ما تمت الاشارة اليه مثلا هو التواصل مع القاعدة القاعدة الاسطول الخامس في البحرين وقاعدة العديد في قطر ولكن لا اعتقد ان السعودية ستستطيع ان تمنع تواصل جوي او الى اخر مع القاعدة في قطر او ان يقود ذلك الى تعطيل التواصل مع الاسطول الخامس في البحرين اذا هنا امريكا اعتقد انها ستشاهد ستكون مشاهد اكثر منها مشارك او لن تقود نشاط طيب والان رويترز دكتور دعنا تنقل عن مسؤول امريكي كبير كمواصفته بانه تصرفات قطر مقلقة او الكثير من تصرفات قطر مقلقة بشكل سريع دكتور دعنا ثانية يعني مسؤول اللوبي السعودي هنا صرح على التويتر طبعا على حسابه على التويتر ان مصير الامير تميم سيكون مثل مصير الرئيس مرسي في مصر بمعنى هم ذاهدون الى النهاية في الحملة الاعلامية والاعلانات وكل هم ذاهدون الى النهاية علينا ان نتخيل ان هناك استراتيجية سعودية للتراجع عن هذا وربما ما نقلته ايضا بعد وسائل اعلام باننا ننتظر كلمة للامير القطري فيها ستكون اجابات كثيرة مما تطرح دكتور دعنا سأعود بشكل سريع عليك سيد قاموريا احتواء ارتداد ارتدادات مثل هكذا ازمة على الملفات كيف يمكن للدول التي فرضت هذه الخطوات ان تحتوي الاثار الجانبية او تداعيات على ملفات مشتركة النفوذ طبعا فيما يتعلق بالملفات وهناك اعتقد ثلاث ملفات اساسية يجري الحديث عنها اولا الملف اليمني طبعا التأثير القطري انشغال سعودي عن الملف اليمني بشكل او باخر واخراج القطر من المعركة في اليمن لن تغير كثيرا في المعادلات ربما الموضوع له تأثير في ليبيا ربما تستفيد كثيرا مصر من هذا الموضوع لشان حملة اقوى على كل ما يسمى جماعات ارهابية تحت ادعاء انها تتعامل مع قطر في الموضوع السوري اعتقد ان قطر وفي السعودية شاهدنا قتال بالدم في غوطة الشرقية كان في قتال بالدم بين فريق يدعم سعوديا وفريق اخر يدعم قطرية في هذه اللحظة بالذات الحجم كان للسعودية والقطر حجم وازن في الحرب السورية في الازماء السورية اعتقد اليوم ان الدور الفريقين معا بات صغيرا مقارنة بادوار الاخرين مقارنة بالدور السوري والروسي بالدور الامريكي والدور الايراني حتى بالدور التركي بكل الاحوال لانه نحن ننتظر العديد من المواقف ستكون اتباعا خصلا في اجتماع لمجلس الامن القومي الايراني سيحضره روحاني سنرى الكثير من ردود الفعل والمواقف وكيف سيتمظهر اكثر ما بعد هذه الاجراءات سأشكرك جزيلا سيد امين قموريا الكاتب والباحث السياسي ضيفنا هنا في الستوديو سيد سليمان النمر الرئيس التنفيذي للملتقى الخليجي للدراسات كنت معنا من العاصمة الاردنية عمان شكرا جزيلا لك دكتور سيف دعنا وانت استاذ علم الاجتماع ودراسات الدولية في جامعة وسكنسون كنت معنا عبر الانترنت من شيكاغو وانت تضع ايضا هذه الصورة للشهيد باسل الاعراج تحية ايضا لروحه وبهذا نصل الى ختام المسائية مشاهدينا نذكركم بعناوينها الخلافات تصدع وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ما هي انعكاسات الصراع على اتفاقات اقتصادية وتكاملية بمئات مليارات الدولارات وكيف سيرتد الزلزال الخليجي على الحرب ضد اليمن وهل ينعكس على التدخلات الخليجية في سوريا والعراق وسط العزل السياسي والعسكري والاقتصادي الى اين ستتجهد دوحة هل ترفع صقف تحالفها مع تركيا وتوسع خدود تعاونها مع ايران مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت اضافة الى موقعنا باللغة الاسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما المزيد من الاخبار مشاهدينا على رأس الساعة الى اللقاء